مع بقي المسدخل في هذا المجال لمواكبة العدد الكبير لضحايا هذا الزلزال نعم بالنسبة للتنصيق أكيد أنه موجود لأنه منذ إعطاء انطلاق الخالية من كلية علوم التربية عملت سيد عميد الكلية على توفير كل التنصيق والدعم للخالية خصوصاً أنه تم التنصيق مع جهزة الداخلية مع الأكاديمية التعليمية مع مديرية الأقاليم المنكوبة وبالتالي يتم تفكير في تنصيق أشمل وأعم وبالتالي كانت الأرضية مهيئة للخالية للقيام بعمليها من خلال هذا التنصيق وبالتالي ومن هنا نوجه شكر مباشر للمسؤولين بالإقليم الحوز الذين تعاملوا معنا وبإقليم شيشاوة خصوصاً أنهم سهلوا مأمورية للخالية وكانت النتائج مهمة جداً خصوصاً في النشاط الأنشطة التي قدمها فريق الخالية فيما يخص التفكير على مستوى تنصيق بعيد المدى أكيد أن خالية الدعم النفسي بكلية علوم التربية بيستطيع تنصيق مع منظمة دولية منظمة لها تجربة في الإغاثة وتقديم الخدمات خلال الأزمات بالإضافة إلى أن هناك تنصيق أيضاً مع كل المؤسسات وخصوصاً مؤسسات تعاول وطني ومؤسسات المنتمية للقطاعات الجماعية ووزارة التربية الوطنية والصحة لأن الدعم النفسي يجب أن يكون مستمراً وهذا التنصيق سيخلق نوع من جويد هذه الخدمات والسماح للمتدخلين بأن يصلوا إلى أماكن التي تحتاج إلى الدعم النفسي ميدانياً كلمة أخيرة؟ في الأخير أجديد شكري لكل أعضاء الخلية ومشاركتهم الإنسانية التطوعية في هذه المبادرة التي أطلقتها كلية علوم التربية وهذا العمل الذي أسسنا له أصبح تجربة تنمو عن أن الجامعة وكلية علوم التربية منخرطة في كل القضايا الإجتماعية هذا الإنخيرات اللامشروط والفوري والآني حيث أن الفورية والآنية التي تتميز بها كلية علوم التربية وخالية الدعم النفسي تسمح لنا بأن نقول بأن هذه التجربة بصدد النج والآن نحن بصدد ترصيد التجربة الأولى في خلال الدعم النفسي المقدم لعمو مواطنين عن بعد ثم الآن ترصيد هذه التجربة التي سمحت الظروف بأن نكون حاضرين فيها من أجل إعداد دلائل وتوفير تكوينات مستمرة داخل كلية علوم التربية لكل المهنيين الذين يريدون أن يواكبوا المواطنين وأن يقدموا لهم خدمات الدعم النفسي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر